الهدف اللي جيه الهدف التعادل لمنتخب فرنسا كان فيه أخطاء كبيرة جداً من لعبي منتخب مصر في التغطية بس أنا بحمل مكالي جزء من الهدف ده كلنا شفنا اللعيبة منتخب مصر من بعد الديئة 60-65 بعد مصر أحرصت الهدف اللعيبة كلها مش قادرة فأنا كنت شايف إنه تأخر قوي في نزول على قل واحد أو اتنين في نص الملعب هتقولي أنا فاهم يا كريم هتقولي الناس اللي برة غير الناس اللي جوا أنا فاهم ده لما كون أنا بختار من أول المباراة بس قصة إن انت تنزل في ريشليج أو حد على الأقل بيجري يغطي المساحات ويغطي المشاكل اللي موجودة بسبب الإرهاق البدنية لعند منتخب مصر كانت ممكن تفرق أقولك إحنا مباراة برجوية بعد ما عملنا التغييرات حصل خلل في الفريق كله في قدام برجوية وإحنا بعد المباراة قلنا كده إنه التغييرات هي اللي أثرت على أداء منتخب مصر العادي إن التغييرات بتفوقك إحنا العادي إنه التغييرات بتقلل من مستوى منتخب مصر التصور هو إيه لي خلاص ما مش هكذا أخذ اللي في الملعب هيدوني اللي بينزله حتى لو بيبقوا فيقين بس ما بيقدموش شيء بصراحة طيب هوريك لقطة ليه أنا قلت إن ميكاليا تحمل جزء من هذه ممكن نجيب جون مصر على طول جون فرنسا على طول بعد كده نجيش رح جون برجوية ما تيجي تشوف الكرة من الأول خالص كانت عاملة إزاي وعاوز أوريك رد فعل وصامة فيصل في الكرة الطويلة اللي تلعبت يعني لو معنا الهدف بتاع منتخب فرنسا هتشوف إن من الأول خالص كان حمزة علاء هيلعب بالزبط حمزة علاء هنا هيلعب هنا عفوا أمر فايد أو حسامة بنجيد هيلعب ضرب المرمى بص الكرة ما تلعبت بص على وصامة فيصل ما التحمش هو مش قادر ينط وصامة فيصل مش قادر يطلع مع الراجل بلال ماذا ما بيلتحمش بس يا كريم انت لو كنت منزل واحد دلوقتي حتى لو بلال ماذا ما ظهر مش عاوز أكون قاسي عليه على الأل يا كريم لو واحد لسه نزل آخر عشر ده هيتشقلب حتى لو إمكانات قليلة الكرة هنا لما تلعبت الراجل نط خد الكرة من أسامة فيصل نكمل فيريم اللي بعده الكرة نزلت بدأت بعد كده يحصل دربكة إلى حد ما من لعيبة منتخب مصر إنني هيسلم محمود صابر محمود صارب محمود صابر هيستلم بصعوبة شوية أو الكرة هتروح بعد كده للعيبة منتخب مصر هنا بقى حصل الدروب وأنا بصراحة يعني زعلق جدا من كوكا ومن النني في الكرة دي شوف الكرة اللي بقى نكمل أشي الفريم أول ما الكرة هتنزل هيحصل التحام ما بين محمود صابر وما بين زيزو والقصة اللي عندك في اليابرهيم عادل نكمل الفريم اللي بعده هنا أول ما الكرة هتتقطع من لعيبة منتخب مصر عاوز أوريك هنا أوليسي أول ما ياخد الكرة قطعت هتتسلم لمين لأوليس اللي هو رعيب رقم سبعة الدهية هنا بقى يا كريم عوز أف إنني وأحمد نبيل كوكا كامل الفريم اللي بعده الراجل السلام الكرة حد يعمل فاول يا جماعة يا جماعة حد يعمل فاول بجد والله يا كريم أنت لازم تعمل فاول لن تاخد انزار ولن تاخد انزار شيل الراجل أعمل تاكلنج نشوف الفريم اللي بعده الراجل بدأ يزق أول حاجة مرقص كوكا أول ما عدى من كوكا وهواريك لحظة مهمة جدا وحصلت في ماتش البراجوي بص يا كريم أول ما الراجل عدى عدى من كوكا الفريم اللي بعده هتلاقي أنني أحاول يضغط عليه هنا بقى لحظة عمر فايد بيطلع ليه عمر فايد أنت ما تقبلش الناس هم بيجروا بيجروا هراه أول ما عمر فايد نفس ماتش البراجوي بس الفرق كان مارفة حسام عبد الميجيد أول ما طلع من مكانه مفروض أوتوماتيك اللي اتنين إذا كان حسام عبد الميجيد أو الشحاتة هيخش وكان عمر فايد بس هي حصلت في جزء من الثانية فهنا عمر فايد ساب مكانه بمنتهى سهولة سروباس أول بص الفريم اللي بعده عمر فايد أول ما زق الزقة خلاص خلصت بمنتهى السهولة الكريمة على فكرة ده جون سهل جدا كله كان عدم التركيز من العيبة منتخب مصر لغاية لما ما تدت يجيب الجون شوف فاقي الجون بتاع البراجوي وشانا وريك إنه هو نسخة طبق الأصل من هدف اللي جيبت على البراجوي معافش الهدف معانا ولا لأ نفس الكلام برضو حسام عبد الميجيد هو يا كريم كرة تتلاقب عالية نكمل الفريم حسام عبد الميجيد طلع أول ما الكرة نزلت كان في بعض الكسل من أحمد نبيل من نبيل كوكا كان بيلعب باكلفت وعمر فايد الكرة التانية بص هنا أول ما نزلت الراجل كالعادة دخل في نص المساحة اللي ما بينهم وانططش من سنسو الراجل اللي هو بتاع البراجوي ودى الراجل بتاع البراجوي انفراد نفس الغلطة هي هي ماتش براجوي هي هي نفس الغلطة بتاعت مباراة النهاردة لازم نتلاشى الأخطاء دي انت هتلابسوا فين رحيمي والله العظيم ما يرحمك فلازم انتخذ مصر ياخد باله من النقطة دي وخطأ مشترك من الكل بس ما ندارش نزع منهم بسرعة حلو